السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم جميعا في الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازاي نظهر المشروع بتاعنا في برنامج الربط بالتحديد اظهار الحوائط مشروع او الحوائط من الناحية التصميمية ومن الناحية التنفيذية تعالوا في البداية نظهر المشروع او الحوائط من الناحية التصميمية عشان نبتدي نظهر الحوائط بتاعتنا حنسأل نفسنا سؤال هنظهر الحوائط كلها تاخد اظهار واحد ولا هنقسمهم حوائط 25 اللي واحدها والحوائط 13 اللي واحدها او الحوائط الخارجية اللي واحدها والحوائط الداخلية اللي واحدها تعالوا في البداية نظهر حوائط المشروع كلها اظهار واحد هنعمل الكلام ده ازاي بش مهندس هنروح لفيو منها هنختار حاجة اسمها نضغط عليها هيظهر لنا مربع دي كده الطريقة الولى هنكنسل الطريقة الاسرع يا بش مهندسين انه نكتب الاختصار وهو VG هيظهر لنا نفس المربع لو نزلنا تحت كده هنلاقي حاجة مكتوب فيها اضغط عليها هتلاحظ ان فيه بعض الازرار اتفعالت معك هتروح لعمود مكتوب فيه cut cut ده متقسمة لجزء اين جزء وهي اظهار الخطوط بتاعت الحوائط وجزء pattern وهو اظهار اللوق التعبئة من جوه او اللوق هنروح للباترن دي ونضغط علي override هيظهر لنا مربع تاني المربع ده مكتوب فيه pattern override foreground تحتها pattern هنروح للباترن دي ونضغط على السهم اللي جنب no override هيظهر لنا قيمة بمجموعة الهاتشات والالوان اللي موجودة هنختار منها solid fill لان احنا هنظهر تصميم اللون هنختار اللون اللي احنا محتاجينه واللي يكون اللون الاسود ثم اضغط ok ok apply ok هلاحظ ان الحوائط كلها في المشروع اخدت اللون الاسود ممتاز جدا طيب يا باش مهندس لو انا ممتاز جدا طيب يا باش مهندس لو انا عايز اظهر الحوائط الخارجية لوحدها بلون لوحده اعمل الكلام ده ازاي هقول لحضرتك اضغط click y mean على اي حيطة في الحوائط الخارجية او الحوائط زيت السمك الواحد يعني اللي انت عايز اللي شبه بعض اضغط click y mean ثم هتروح تختار حاجة اسمها select all instance منها اختار visible in view هتلاقي ان البرنامج اختار لك جميع الحوائط اللي واخده نفس خصائص هذا الحاط ثم اضغط click y mean مرة اخرى هيتفتح لك قيمة اختار منها override graphics in view منها اختار by element هيظهر لك نفس القيمة هتنزل تحتها هتلاقي حاجة مكتوب جنبها cut pattern وروح لل pattern واختار منها اختار منها solid fill بتاعك ان انا معناها ان انا عايز ادي لون ثم بعد كده اختار اللون وليكن اللون الاحمر ثم اضغط ok apply ok هتلاحظ ان جميع الحوائط الخارجية او الحوائط اللي شبع بعضها اللي انا اخترتها اخدت نفس اللون ممتاز جدا طيب باش مهندس عايز اعمل الكلام ده كمان على الحوائط الداخلية اعمله ازاي اضغط click yamain علي حائط داخلي او حائط اتناشر عن حائط مختلف عن السابق ثم click yamain اختار select all instance منها visible in view ثم click yamain تاني واختار override graphics in view ومنها اختار buy element هيظهر لك نفس المربع السابق انزل على cut pattern في foreground وغير لسولد fill واختار اللون اللي يعجبك واللي يكون اللون الاصفر ثم اضغط ok ثم ok ثم ابلغ ok حتلاقي ان الحوائط الداخلية اخدت نفس لون تاني مختلف طب باش مهندس لو عايز اغير الحوائط دي وارجحها كلها لون واحد اعمل الكلام ده ازاي اختار جميع الحوائط اللي عندك هتلاقي ان في زر في شريط الربون ظهر معاك اسم filter اضغط عليه شير التشيك من على الحوائط اعمال على الشبابيك وعلى الابواب الدور ولون تو ثم اضغط apply ok هتلاحظ ان البرنامج اختار لك جميع الحوائط click يمين override graphics in view منها اختار buy element وانزل تحت على cut pattern واختار solid fill وتعال للون اختار اللون اللي عجبك وليكن اللون الاسود ثم اضغط ok apply ok هتلاحظ ان البرنامج يخلى لك كل الحوائط بلون اسود ممتاز جدا بش مهندس كده انا عرفت ازاي اظهر المشروع اظهار تصميمي طب بش مهندس لو عايز اظهر المشروع اظهار تنفيذي اديله بتاع التنفيذ اعمل الكلام ده ازاي اول حاجة هنعمله على الحوائط كلها الاول وبعدها هنعمله على نوع حيطة لوحده هنختار جميع هنختار الحوائط يميع الحوائط ونضغط على filter ونشيل من على الويندو والدور ابل اوكي ثم نضغط click يمين نختار منها باي المت هننزل برضو على الكات بدل ما نختار المرة دي هنختار الهاتش وليكن اللي هو هاتش الحوائط من هنا اللون ممكن نسيبه زي ما هو ما فيش مشكلة لو عايزين ندي لون مختلف للهاتش للخطوط من هنا ممكن نغير اللون براحة ثم ابل اوكي لو قربت كده هتلاحظ ان جميع الحوائط بتاعتك اخدت الهاتش بتاع الطوب ممتاز جدا طب ايباش مهندس انا عايز ادي الحوائط الخارجية هاتش مختلف عن الحوائط الداخلية وكمان لون الخطوط مختلف اعمل الكلام ده ازاي اضغط كليك يمين على الحوائط الخارجية ثم كليك يمين سليك all انستانس فيزابل ان فيو ثم اضغط كليك اخر اوفررايد جرافيك ان فيو باي ايليمنت اظهرت لك مربح تعالى للكات بتر غير البترن بتاعك وليكن خليه الكروس واللون تخليه الاحمر وليكن هذا اللون ثم اضغط اوكي ما تغير شي لسا اللون معنا هنغير اللون من هنا اهو هنخلي لون احمر ثم اوكي ثم ابلاي ثم اوكي هتلاحز ان جميع الحوائط الاخاريية اخدت هتش مختلف وكمان خطوط الهتش اختلفت معايا ممتاز جدا كده احنا كمان عرفنا ازاي نظهر المشروع اظهار تنفيذي طب باش مهندس لو انا جميع الحدود الخليية بتاعت الحوائط دي عايز اديها كمان لون اعمل الكلام ده ازاي باش مهندس هقول لحضر اعمل الكلام ده ازاي اختار جميع الحوائط واختار اضغط على فلتر شيل الاتش من على الوندو وعلى الدور ثم اضغط ابلاي اوكي ثم اكليك يمين اختار اختار اوفرراي جرافيك ان فيو منها اختار باي المنت هيظهر لك نفس القيمة من هنا الكات بترن مش نلعب فيه الكولر مش نلعب فيه هنروح لفوق الكات بترن هنلاع حاجة اسمها كات لايينز كات لايينز اضغط عليها هيتفتح لك الخصائص بتاعتها البترن مش هنلعب فيه هنيجي نختار البترن من هنا ممكن تتحكم اذا كان الخط مستمر ولا متقطع ولا يعني اختار من هنا نوع الخط هنخلي صولد اللون الخط هنختار مثلا اللون الاخضر اوكي من هنا سمك الخط ده كام وليكن هو معمول على واحد هنختار مثلا خمسة ثم نضغط اوكي هتلاحظ ان الخطوط الخارجية اللي في الحوائط دي اتغيرت للون الاخضر اتغيرت للون الاخضر طيبش مهندس انا عايز اظهر بتاع الخطوط دي اظهره ازاي هتطلع فوق في الشريط اللي من فوق خالص ده هتلاح هتلاحز ايقونة مكتوبة عليها زن اضغط عليها هتلاقي ان الخطوط تقلت معك لو ضغطت عليها تاني الخطوط هترجع طبيعية لما ضغطت تاني هتظهر تقيلة يعني معنى ذلك ان دي هذا السمك بتاع الخطوط هو اللي هيظهر معاك في الطبع في الطبع ممتاز جدا اخيرا يا بش مهندس لو حبيت خلصت الشغل بتاعك لو حبيت تصدر الكلام ده للبرنامج الويتوكات تصدره ازاي هتروح لفايل هتروح لفايل منها اكسبورت كات فورمات اضغط على دي دابليو جي ثم من هنا تضغط على هذا الشق الرمز هتخلي الويت متر ثم اوك ثم بعد كده هتدوس على نيكست هيجي اجيب لك مربع يقول لك هتحفظه فين وليكن انا هحفظه على الديسك توب صبع نسمي المسقط براحتك ثم اوك هيبتدي يحمل وسيف لك الفايل بتاع بعد بعد ما حفظنا فايل وحمل معنا البرنامج هنلاحظ ان المشروع بتاعنا تصدر البرنامج الاتوكات بهذا الشكل الممتاز جدا والجميل يعني بصراحة مفيش اروع من كده وبنفس الالوال وبنفس التخانة بتاعته الخطوط وبنفس الهاتش وبنفس كل حي ولو عايز اعمل الكلام ده في الازهار التصميم هعمل ممتاز جدا هنرجع تاني لبرنامج الريفت وده كان موضوع المحاضرة بتاعتنا النهاردة كيفية اظهار الحوائط في برنامج الريفت يارب تكونوا استفدتوا وقدرت اوصل لكم معلومة ولو بسيطة اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته